السلام عليكم خوتي واخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي في الفقرة الثالثة لأهم أخبار الجزائر مؤخرا يعني الجزائر ويعني بطائراتها وبالمجال الجوي الجزائري راي تصنع في التاريخ يعني راي تدير قرارات ولا دولة جرأة تديرها فمثلا كل الدول قاطعت بيروت الآن بعدها جمات بيروت على كهين الصهيوني أيضا راي مخايفين يروحوا يتقصفوا لكن الجزائر لا بل وقد نزلت اليوم أول طائرة جزائرية في لبنان في بيروت ليس لو حسب أيضا يحدث هذا الأمر في سوريا أيضا وسفير سوريا يعلق على الموضوع ضغنات لكم تفاصيل الموضوع هذا أخوتي يعني قرارين مهمين للغاية الجزائر طائرات جزائر نزلت في سوريا ونزلت أيضا في بيروت الأمر اللي كانوا خايفين منه كل دول عربية وضعكم فهمكم عليه أيضا السفراء تعدوا الأخرى تعلق على هذا الموضوع في الأخبار أيضا الجزائر وعلى لسان المزيد الخارجية أحمد عطاف تعيد إحياء أمل إحياء المغرب العربي ولكن الجزائر تقول بشرط واحد المغرب هي لا رايح حجرة في الطريق لكن ما زال هناك الأمل إذا سمعت المغرب وتخلت عن التطبيع يعني ذلك نعطيكم التفاصيل وعلى هذا الأمر رح يخرج على المغرب كثر وحتى على الجزائر طبعا الأخبار أيضا صفقة اقتصادية كبيرة وضخمة بين الجزائر وروسيا وطبعا بعض المواضيع الجانبية الأخرى اللي نحشاركوها معاكم اللي هي أيضا مهمة للغاية كمشتو خوتي هذه أبرز عني من أخبار اليوم من أقبل ما نبدأ تفاصيل هذا الفيديو خوتي أولا نجم تبقى منا حتى الآخر ثانيا أرجوكم خوتي الضغطون على زي الإعجاب أنا بني لري كل يوم يقولكم الضغطون على زي الإعجاب بالصح هذا الأمر مهم يعني ما رح تناقص لك والو وكذا ضغطنا على زي الإعجاب الفيديو الثانية واللي يعني يتصلكم يعني تولي تشوفوها في المقترحات تتاعكم شكرا خوتي وما تنسوش أيضا تشتركونا في القناة يا الله الآن يلا إلى الأخبار في الخبر الأول نبدأ للحديث عن الرئيس عبد المجد تبون والقرارات التاريخية اللي رح يديرها يعني كما لباكم سنة 2024 عفوا رح تكون سنة انتخاباته رئيس عبد المجد تبون أعلن أنه رح يجدد الانتخاب التاريخ لعهده ثانية أيضا في نفس هذه السنة رح تكون هناك تغييرات كبيرة جدا رح تقوم به الحكومة الجزائرية فأيضا الجزائران رح مقبلة على إضافة تغييرات جوهرية تضيف ديناميكية جديدة على سياسته الخارجية بداية من عام سنة 2014 كما قلناكم فيما يخص قضايا مهمة بالنسبة لها من بينها قضية فلسطين يعني الآن مش عفش لهذه التغييرات ولكن الأخبار تقول هذا أيضا اتجاه سياسة السحراء الغربية طبعا رح تقعد مساعدة للسحراء الغربية وأيضا في دول الساحل وكذلك السودان تزامنا مع دخولها فهل هذا يعني أن الجيش الجزائري رح يدخل في السودان من أجل حل الأوضاع هناك؟ هذا الأمر لا نعرفه كل ما نعرفه هو أن الجزائر رح تغير سياستها الديناميكية تجاه هذه المواضيع انتبهوا يا أخوتي فريكم وش معلتها هذا الموضوع؟ كيف ستقوم الجزائر بتغيير ديناميكيتها ولسياستها تجاه هذه المواضيع؟ بخصوص تغيير السياسة وجهات النظر يعني الكثير يظن أن الجزائر الآن صحيح قطعة العلاقات مع المغرب ولن يكون هناك أي شيء ستقوم به المغرب يعني يخلي الجزائر تسمح لها وتوقف قطعة العلاقات معها لكن هذا الأمر غير صحيح وهذا الأمر غير صحيح لأنه رح تسمع الضك الآن وزير الخارجية أحمد عطاف يقول أنه يعني يمكن للجزائر ودول المغرب العربي أن تقوم ببناء الحلم اللي حقا رح يغير اقتصاد دول شمال إفريقيا لكن المشكلة فقط الآن هو في المغرب يعني قرارات المغرب الغابية خليت هذا الحلم ما يتحقق وش ثم تجي تحصلها في الجزائر أولا طبعا مع كيان الصهيوني أمر مرفوض جدا بالنسبة للجزائر ثانيا محبتش تقوم بإيقاف لدروق اللي يدخل إلى الجزائر ثالثا رح يمحتل الصحراء الغربية وهذا الأمر يعني يغضي بالجزائر لأن الجزائر عانت من الاستعمار لوقت طويل ولا تريد رؤية أحد جيرانها يعاني أيضا من الاستعمار أيضا لو كانت زعمية تكرية هذا للمغرب العربي المغرب حتى ما رح تحتاج للصحراء الغربية لأن مدى التقدم اللي يحرزه هذا الاتحاد ما تقدروني ستتخيله خاطئ كمية التبادلات التجارية اللي رح تدخل بدون ضرائب كمية السياحة اللي رح يتم التبادل بين هذه البلدان سياحة مقايدة متخافوش مش رح ينسيها الجنسية ولا بك يخرجوا لذلك التعليقات الغبية يعني ما زال كل دولة عندها شروط بخصوص سياحة تحتها كل دولة دلوش تحب لكن الحدود بين هذه البلدان تكون مفتوحة يعني الدخلات والخارجات تكون حرة تماما مثل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون هناك عملة موحدة هذا الأمر رح يفيد الجزائر كثيرا فاكن قارن عملة الجزائر مع عملة تونس والمغرب العملة التحام كبر متانة بالزيف هارتي صراحة تبادل الخبرات في العديد من المجالات فمثلا تونس متقدمة شوي في الطب يمكن تبادل بينها الخبرات المغرب أيضا متقدمة في مجال ما وطبعا أيضا الجزائر متقدمة في مجال الطاقة والطاقات الشمسية وكل الأمور المغرب متقدمة في صناعة سيارات يمكن تبادل هذه الخبرات مع بعضنا البعض أخواتي مرش نشيط للمغرب رقزوا معي أنا هادروا على موضوع اقتصادي مهم أنا مرش هادرة القهاوي والشوارع خلاش خاطرات نلقى شي زعملي كمانتير يزعفوا منيات وعليك تظهر عن مغرب مغرب مكان الأمور اللي كاينة كاينة رأنا تحدثنا على الفضائح تحم والأمور اللي منهم يعني كاين لي فيهم وكاين لي عليهم بلكن أنا اتحدثوا لي فيهم بلما نطور عليكم على باني هاترت بزيف شوفوا وشكي الوزير الخارجي الجزائري أحمد عطا في حول هذا الموضوع فيما يخص علاقاتنا مع المغرب نحن من الجزائر يمكن اعتبارها هي الأكثر ميوناً إلى الإسراع في وجود إيجاد حد لأن الوعيين كما بقي الدول واعية بأن بناء المغرب العربي بأن التآخي بين كل دول ما زال هذا الحلم موجود؟ طبعاً هذا لا يمكن أن يقضى عليه سمعتوش قيل خوتي كي سقصيتم بزيل هذا الحلم موجود قيلها إيه طبعاً ولكن ما توقفش هنا قيل هذا الحلم لا يمكن أن يقضى عليه لماذا؟ لأن وزير الخارجي أحمد عطاف على بالوبل إذا حدث التغيرات مثلاً تبدل الملك الغبي هذا التحمل يظل يسكر في أوروبا الأحمق هذا الهام طبع مع كي سهيوني إذا تبدلوا جزع ما موراه وليده وكان زع ما وليده هكذا عاقل فراسه عليه وعنده مخ يخمم به مليح ويقوم بترك استعمار الصحراء الغربية يقوم أيضاً بتوقف تطبيع حكاية الصهيوني هذا الأمر رح يدير معجزات بين البلدين رح يعود يحيي حلم المغرب العربي الكبير موجود؟ طبعاً هذا لا يمكن أن يقضى عليه يعني أنت شخصياً ما زلت تحلم بمغرب العربي؟ طبعاً وننتظر بفارغ الصبر اليوم اللي يمكن أن نعيد الكر ونحاول بناء هذا الهدف بعد كنسل؟ بعد أجيال وأجيال؟ الله أعلم لكن دورنا مسئوليتنا أن نهيئ الأرضية هذا اللي يمكن أن يطلب واقعياً منا ونحن مستعدون لذلك كما قلت لكم أخوتي أمر حكومة الجزائر اللي لا ترغب في أي تية شيء مع المغرب أمر غير صحيح تماماً وهذا ما يظل وينبحوا به حكومة المغرب ثم أخوتي خليني نفهمكم عليه الشعب المغرب الآن استحمر لدرجة أنه أصبح حمار للأسف الشديدة هنا يجي تشوف إنسان هذا مسكين صحراوي أخوتي كان فرق بينه بين الصحراويين وبين المغاربة يجي يدافع على أرض يقولهم باللي الصحراء الغربية أرض مستقلة عندنا كامل الحرية فأرضنا محتلة يجي المغربي هذا الأحمق يقولوا لا هذا الصحراء الله هذه مغيش صحراء غربية صحراء مغربية الصحراء الغربية ساكني فيها غير سكان الصحراء الغربية ورهم محقورين يجوا يسترقونهم بيترون من أرضهم ويعطوه الكهية الصهيوني وجيه ذاك الأحمق اللي راسه كالرقد نفس تصرفات الصهاين اللي مستعمرين فلسطين سبحان الله شوفوا خاتي وهو من الصحراء الغربية أنا أتكلم على الواسطة محمد رايش جمعية بصار خير معاقل من الصحراء الغربية شاين من العيون المحتلة هون شاين الآزر وخود الأنجليزيك وصحراء مغربية حبما يحبوا خريم من كريم أعتز مقانيسك قلوا انشاء خائن شاء خائن ضربني وبكاء سبقني واشتكاء جي سرق لي أرضي وجي أحتل لي أرضي وكي قلت أنا يراني محتل جاقل لتا يا خائن وجوه هذا محول أمي يا خوتي ما هو محول أمي يا سبحوني محول أمي يا سبحوني محول أمي حاجة جيدة لم يتعلموا يقرأوا هذا الأمي كيف تفهموا انت ذرك باللي التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني مصيبة رقم جبتوها على أرضكم لأنه رايي الآل يسرق لكم في ديوركم كيف تقنعوا بلي شعب الفلسطيني رايي تتحكر هو رايي حكر شعب واحد آخر لهذا السبب بالذات الجزائر ما زال ما عاولتش يعني تعود تفتح العلاقات مع المغرب بايش يديروا المغرب العربي الكبير المغرب هي رأس المشكل سمحوا لي خوتي يعني راني طوت لكم بزي في هذا الموضوع ولكن حبيت فقط تحدثكم على هذك الأمل اللي صراحة تره داخلي أنا أيضا واللهي متقدرش تتخيلوا شحراني متمنى يكون هونالك المغرب العربي الكبير يعني اتخيلوا خوتي مغرب عربي وكأنك في دولة واحدة تماما مثل أوروبا عندهم عملة واحدة تقدر تدخل في أي دولة رايك حابها كل دولة عندها يجي ميزوها هاك ذكراني حابها تكون خاطئ تدخل وين تحب؟ تحب تروح لتونس روح تحب تروح لليبيا روح ايش ريطانو بيل من ليبيا وجيبها للجزائر نورمال راك في بلدك شو راك في بلد واحد زيد تحب تروح للمروق تحب تروح منش عافوين رك حاب تروح روح هذا الأمر راح تستفيد منه المغرب كثير ما يتحاول تسرق الصحراء الغربية وكثير ما ينطب عملكين الصهيوني بيجي منك مصالح غريب يعني صراحة هذا ما يحكس الأمية اللي عندهم سبحوا لي سبحوا لي طولت بزيه هيا الله نروحوا الآن لموضوع الحركة التاريخية اللي درتها الجزائر طائرات الجزائر سبحان الله في يوم واحد قامت بالهبوط في بيروت وفي سوريا منطقتين يعني مقاطعتين من العالم أجمع شوفوا خوتي الفيديو هذا هذا سفير الجزائر في لبنان ويتحدث عن قرار استئناف رحالات الجوية التاريخي بين الجزائر وبيروت اليوم التاريخي في محطة العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر علاقات الجيدة تاريخية تضامنية وهذا القرار أكثر منه قرار سياسي قرار تضامني أكثر منه تجاري في الظرف الحالي شركات كثيرة هاجرت مطر بيروت والجزائر تأتي في هذا الوقت الصعب وهذا تأتي الجزائر تضامناً وعن قناعة لمرافقة هذا البلد الشقيق اليوم التاريخ كما اشتو خوتي وزا ما قادرت تسألوا لماذا قاطعت الشركات والدول بيروت هي الأمر واضح لأنه لبنان الآن تدعم في غزة لكنهم يجبونهم السبب كورونا يعني أملوا رايحه جائحة كورونا عندها شحار من العام من اللي خلاصة هم مزلمين هادوا عليه أيضاً حتى مطار سوريا وكان مسكر وكان أيضاً محظور قال لك الحظر المفروض على سوريا من كامل الدول العربية الجزائر كانت أول أيضاً من يهبط في مطار سوريا وخليكم أيضاً تسمعوا سفير سوريا سفير الجزائر لدى سوريا وجل عملية تاريخية لأنه أول طائرة عربية نزلت اليوم بمدرج هذا المطار بمعنى نزلت بسوريا الشقيقة بالقطر العربي السوري وهذا برهاناً على تضامننا برهاناً على تواجدنا ومحبتنا ومؤذرتنا لسوريا الشقيقة طبعاً خوتي الآن نعطي لكم ردة فعل وزير النقل اللبناني حول هذا الموضوع الجزائر تاريخياً من عشرات السنوات مش من اليوم كان طول عمره سند للبنان بخلال أزماته بالحرب الأهلية لكن التوقيت اليوم إنه نرجع نفعل نرجع نفعل عملية تسيير الرحلات بقرار من رئيس الجزائر الجمهورية الجزائرية اليوم هيدا القرار هو بيشبه الشعب الجزائر بالوقوف اللي يجحين بلبنان هيدا القرار بيشبه الدم الجزائر العروبي الجزائري مثل ما قال الرئيس الجزائري بالقلم العربية لبنان ما حنتركه لوحده اليوم الرئيس الجزائري عم يطبقها بالأفعال وليس بالأقوات طبقها إنه لبنان ما بينترك لحال ليجي الرئيس الجزائر وطيران الجزائر في ظل ما نشهده اليوم بفلسطين بجنوب لبنان يسير الرحلات ولبنان بتعرف الوضع التهديد المستمر هيدا هو الجزائر اللي هو طول عمره بالنسبة للشعب اللبناني هو ليس فقط سند لبنان سند لكل دول الجزائر طبعا خوتي وحتى احنا نحب لبنان بزاف لانه رانا نشوفه بل لبنان حقا را يتقدم الكثير من المساعدات الى فلسطين من الجهة الشمالية فهي تقوم بقصف الكثير من المواقع الصهيونية حبينا نشارك معكم فيديو اخير خوتي على بداية طولت عليكم اليوم وهو افتتاح المركز التجاري في وهران يسمى بغراند اورون في ولاية وهران وهذا خوتي من اجمل المحلات التجارية اللي شتفحياتي في العالم اجمع نعم خوتي يعني محل تجاري صخم فيه كما راكم شفته غاراج التحت لمحل السيارات وفيه الحوالات ايضا الفوق ايضا الامر ما يخلصش هنا فيه حدائق مالية فيه الصونة فيه يعني العاب للاطفال وفيه اوتيل خمس نجوم مطاعم فخمة الكثير من الامور يعني تقدر تعتبر اصلا هذا المركز هو مركز سياحي لانه راح يستقطب الكثير من السياحة وايضا يستقطب الكثير من الشركات مثل شركات المنابس وكل هذا باش تجي تستثمر في هذا المحل الان خوتي مشعب اذا هذا المحل يعني بريفي ولا جماعي ولكن نجيبكم التفاصيل لاحقا لذاروا منكم لانه تم افتتاحه بالفعل ارجوكم يخبرونا عليكم في التعريقات كيف كانت الاكسبرينيونز كما انكم شفتوا خوتي الانه وصلنا لنهاية الفيديو نشكركم جزيلا شكري على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضع ان شاء الله إلى اللقاء موسيقى